ممكن مرة يمر عليك منتج يغير مفهوم منتج سارلسنين موجود عندنا بالسوق صح؟ هذا سيكون الأنكر برايم اليديد الذي يعطيك قوة مطبيعية يتوصل إياك ل250 واط بسعة 27650 ميلي أمبير بس انتبع الشيء العجيب فيه رح ييويات تطبيق يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد بعركي بداية الفيديو أكيد لا تنسون أهلا وإحبابنا من دعاكم الصالح إصلا الله يثبتهم ينصرهم وفقعوكم ويرحم شهدائهم اللهم آمين أقل الشيء يمكنك تدعي لهم لا تبخل عليهم من دعاك صالح ولا تبخل عليهم من دعم اشترك فعل جرس التنبيهات لكي لا تفوتك هذه الفيديوهات وإذا كنت تريد أن تقتني هذا المنتج أو منتجات ثانية ترى رابط HS سيكون موجود تحت بلاوين تلتلة ستحصل عندهم منهم سيكون أكيد الأنكر برايم فعلى الطول من يوصل لك لمنتج داخل العلبة ستحصل الأساسيات اللي أنت كل مرة تحصلها مع منتجات إنكر فالبطارية ستكون موجودة سلك سريع 140 واط وأكيد البوك أو الباوتش لكن تركيزنا هذه المرة على هذا البنك الطاقة هو شلون إمكانية أن تستطيع تشبكها على تليفونك وتفعل التطبيق الفكرة وما فيها أن الشاشة الصغيرة العادة تكون موجودة عندك هذه المعلومات التي ستعطيك إياها ستكون جدا محدودة تعودنا أن نحصل البنك الطاقة يعطينا مثلا قراءة كثير واط ما يطلع المنتج اللي قاعد تشحنه أو يعطيك كثير الوقت اللي أنت تحتاجه عشان تشحن البنك الطاقة نفسه لصغير هذه المعلومات لا ستحصل شيء لكن مع هذا البنك الطاقة ستستطيع تحمل تطبيق مال شركة انكر وتتبع البنك الطاقة من ناحية السعمات والإمكانيات التي ستستطيع تسويها فعلى سبيل المثال تجدنا شحن تليفون بنفس الوقت اللي نحن نسول فيه ونرى ما هي المعلومات والبيانات اللي سنستطيع نحصلها فأنا بلقى شحن تليفوني تلقائي قاعد يضع لك القوة وهو قاعد يطلعها 7.1 واتج من ناحية القوة ما هي كثير الوقت المتبقي اللي ستكون موجود في البطارية حتى لا تجد أن تشحن على هذه السرعة والتوتال اوتبوت حق منفذ واحد قاعد يعطيك 11 لان ما عندنا جهاز ثاني قاعد نستعمله التمبرتشر او درجة حرارة ببنك الطاقة نفسه الانبوت باور 99 واط و 5.5 بس الاوتبوت قاعدتك فاصلة أربعة من ناحية الواتج مع الباتري ساكلة فمعلومات أورادي انت قاعد تحصلها جدا ممتازة بس الحلو في الموضوع رح تقدر انك هم بعد تخزن منتجات الخاصة فيك وذلك الساعة تقدر تحط بالضبط كم ميلي أمس ستحتاج علشان تقدر تشحن من بنك الطاقة بالبرسنتاج اللي هو يكون موجود عليه فهنا تقدر انت تختار ديفايس تايب على سبيل المثال عندك تليفون لابتوب تابلت كاميرا او اثر تقدر تسميها وتحط الكباسيتات مات البطارية والباتري هيلث الخاص بالجهاز نفسه فأنا ضفت أورادي الآيفون 15 برو ماكس بناء على البيانات اللي أنا معطيها إياها حق البطارية رح يقول لي ان شكثر شم شحنة عندي دوران من ناحية الشحن بناء على القوة مات البطارية الحالية الموجودة عندي حركة وايد حلوة وتقدر تستفيد منها بشكل مطبيعي علشان تعرف البرسنتاج الموجود عندك انت بالبنك الطاقة شكثر فعليا رح يقدر يشحن أي منتج موجود عندك انت مخزنة من قبل زائد إمكانية انك انت تقدر تيمع كل الأشياء اللي قاعد تشحنها من المنافذ الموجودة هنا ويعطيك إياها كتوتال أوتج ممتازة عشان تعرف كثير عندك انت موجود في البطارية كقوة عشان يستمر انه يشحن المنتجات الموجودة عندك هذا مفيد وايد رح يكون بالسفر أنا وايد هذا شيء يعني رح يفيدني بشكل مطبيعي بالذات بالطيارة أو بالمطار لما أدري ان مو شرط يكون عندي فيه شمي وأحتاج ان اشحن بعض المنتجات الموجودة معي الآن من ناحية الاي اوز طبيعي رح يكون انت عندك اثنين ان اوت حق اليو اس بي تايب سي اللي شحنه من شاحن سريع بعدين عندك الانتالجين شارج تايب اي ما في شيء موجود هنا وعندنا الزر الوحيد اللي رح يكون موجود هنا علشان تقدر تتحكم بالكي ايدي عورتني علشان تقدر تتحكم بالبكات الموجودة بالشاشة لكن كونانهو من مجموعة البرايم رح يحصل لك إمكانية انك انت تقدر تشحنه مع الدوك المنفصل اللي تقدر تاخذه علشان اذا كنت بتشحن بنق الطاقة اما السلك اللي رح ييه مع الشاحن ما رح يعطيك الكباسيتي الكامل 250 واط رح يكون فقط 140 واط ماكس واحنا نقول فقط مع ان هذا رقم يعتبر جدا جبار لكن اذا انت كنت بتستفيد من 250 تأكد انك تشتري سلك يدعم لك نقل 250 والمنتج اللي انت قاعد تستعمله اصلا رح يتحمل الميتين وخمسين الميتين وخمسين اللي موجودة هني مو عشان تشحن منتج واحد المبدأ من وراه هنا كنت تقدر تشحن اكثر من المنتج والكباسيتي مالك كل يكون ميتين وخمسين فهذا اللي رح تستفيد منه خنقوا قاعد تشحن اللابتوب ماكبوك برو على سبيل المثال اللي وصليك لستة تسعين واط او امية واط وقاعد تشحن شاومي اربعة عشر اوترا صح؟ اللي يوصل اياك لتسعين واط فتقدر تركيب المنفذين هني تايب سي وكل واحد فيهم سيأخذ الواتج الكامل اللي هو رح يدعم لك ورح يكون عندك هم بعد سبيل اربعين واط تشحن غالكسي اس 24 اولترا منتج جبار ويغير لك مفهوم كيف نقدر نشحن بارقام خيالية وبحجم نقدر نقولها بعد مناسب ومرة ثانية لا تنسى كونن هو من شركة انكر اكيد رحي مع الباوش شاريكين يرائيك تحت شاريك طريقة تنكر انها تعيد مفهوم انك تشحن منتجاتك وتعطيك بيانات زيادة وصلاحيات اكثر انت تسويها عشان تحافظ على بطاريات منتجاتك لما تستعملها وما تتلفها هم بعد تحافظ على كثير من ايامس ممكن يكونوا موجودة هنا واذا انت كنت نفس حالتي هذه الأمور رح تنقذك بالذات اذا انت كنت بالسفر ومرة ثانية تأكد تشوف الرابط HS حق هذا المنتج ومئات من المنتجات الثانية وتوقع بس سمحان على طال الكسور وسلام عليكم تعيشون احمد وعركي فمالله الكريم